نواب من كتل عدة عبروا عن مخاوفهم من الاستعراضات العسكرية أو التظاهرات التي قد تربك الوضع الأمني وتستغل من قبل المجاميع المسلحة مطالبين بتأجيل مثل هكذا فعاليات لما بعد تحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في وقت اعتبر نواب آخرون إن من يطالب بتأجيل التظاهرات عليه أن يستجيب لمطالباتها مطالب حقيقة بتأجيل هذه المظاهرات لكونها في الوقت الحاضر أنا أعتقد البلد مجغول في تحرير بعض المناطق المهمة من يصرح بهكذا كلام الأولى أن يلقي هذا الكلام على نفسه أولا إذا كان يعتقد بأن التظاهرات تؤثر فعليه الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين فيما أشار نواب آخرون لأن التخوف ليس من التظاهرات بحد ذاتها فهي وسيلة حضارية وإنما يتعلق من ترد الوضع الأمن مطالبا القائمين عليها بضبطها وعدم خروجها عن سياقها وحصول فوضى واعتداءات على مؤسسات الدولة أطالب مخلصا القائمين عليها بمحاولة ضبط هذه المظاهرات وعدم خروجها عن سياقها وعدم حصول مثلا فوضى والاعتداء على مؤسسات الدولة كما حصل في الفترة الماضية مراقبون سياسيون بيّنوا من جهتهم وجود فوضى كبيرة فيما يتعلق بالحراك السياسي الذي يشهده العراق وهو ما ينظر بحدوث استدامات مسلحة وسط حكومة ضعيفة غير قادرة على ضبط الأوضاع سوف يحصل الحقيقة أعتقد تصعيد ثم تهديئة إن لم يحصل تصادم المشكلة التي لدينا الحقيقة التي تخوف منها بعض أن يحصل تصادم وخصوصا أن الأطراف التي نتحدث عنها كلها أطراف مسلحة وبالتالي حكومة ضعيفة غير قادرة على ضبط الإيقاع ويبدو أن الشارع العراقي يترقب ما يحدث في الأيام المقبلة بكثير من الخوف لأن أي صراع سيؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين في وقت يعلن مساندته لأي حراك شعبي يدعو إلى الإصلاح موفق منجد الحرة بغداد